اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والعدول عن المادة التي قررت احكام الاتجاه الاخر بعدم جواز الطعام نقلا عن الوطن سبورت عن مصدر بالزمالك سوريو ابلغ ادارة النادي من جديد ان بقاء شيكابالا امر لا بد منه ويرفض رحيله لحاجة الفريق الى خدمته داخل وخارج الملعب واوضح ان المدير الفني رفض رحيل شيكابالا من قبل ولكنه جدد توصيته بعد الازمة الاخيرة واكد للمسؤولين ان اللاعب يمثلك خبرات كبيرة داخل الملعب ويؤدي دوره على اكمل وجه قائد للفريق وشدد الكولومبي على ان رحيل شيكابالا امر مرفوض تماما خاصة وانه يقدم مستوى مميز داخل الملعب في الفترة الاخيرة اكدت تقارير صحفية ان مسؤول الزمالك يجاهزون في الفترة الحالية ملف تجديد عقد فتوح واوضحت التقارير ان مسؤول الزمالك يجاهزون المستحقات المتأخرة لللاعب من اجل حسم تجديد تعاقده وبحسب التقارير فان مستحقات فتوح المتأخرة لدى الزمالك تبلغ 7.5 مليون جنيه وشددت التقارير ذاته على ان الزمالك اتفق مع اللاعب على تجديد عقده إلا أن فتوح رفض التوقيع على عقد جديد لحين الحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي بالإضافة إلى مقدم العقد الجديد وطالب فتوح ترضياته مادياً مثل ما حدث مع عزيزه وذلك بعد تمديد عقده وتعديل القيمة المالية والحصول على عقد يصل إلى 25 مليون جنيه وأشرت التقارير إلى أن مسؤول الزمالك يسعون لتجهيز طلبات فتوح ومنحه مستحقاته المتأخرة من أجل التوقيع رسمياً أكدت تقارير صحفية أن مسؤول الزمالك يسعون خلال الوقت الحالي لحسم مصير أحمد سيد زيزو بعد أن تلقى العديد من العروض للرحيل عن الزمالك وأشارت إلى أن مسؤول الزمالك سوف يعقدون جلسة خلال الساعات المقبلة مع زيزو ووالده من أجل حسم كافة التفاصيل الخاصة بمسألة استمراره خلال الموسم المقبل وشددت على أن الزمالك يسعى الآن بشتى الطرق لتوفير مستحقات زيزو المتأخرة والتي تبلغ 19 مليون جنيه وهي 75% من إجمال تعاقده مع النادي ويمتلك زيزو أربع عروض من الدور السعودي وحدث تفاوض بالفعل ولكن نادي الزمالك رفض رحيل اللاعب كتب أحمد دياب عبر فيسبوك ديربي القاهرة الكرة المصرية الأقوى والأكبر في الشرق الأوسط شاء من شاء وأبى من أبى وذلك رداً على كلام الإعلام السعودي وليد الفراج وسخريته من ديربي الأهلي والزمالك محمد الضماطي عضو مجلس الأهلي لو عايزين نعترف بالخطأ ونصلح يبقى لازم نقول أن كلام الإعلام السعودي صحيح 100% ودي حقيقة حتى لو كانت مؤلمة ووصل أما لو كالعادة عايزين نتجاهل الحقيقة هنقبلها اشتيمة ومش هنصلح أي حاجة مع كامل الاحترام للجميع منظومة النادي الأهلي هي من أبقت القرى المصرية على قيد الحياة وأتم المنظومة التي تحربت على مدار سنين عشان تبقى فشلة زي غيرها هي منطوعة القرى المصرية شرف التواجد في المحافظة الدولية يريد الكل يتعلم من الأهلي ويسمعوا لو عايزين نتحرك لقدام في مواجهة صاروخ التقدم اللي حوالينا بس كده هدي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك أتمنى الفكركم خفيفة على قلبكم ادعمونا بلايك الفيديو سبسكرايب للقناة متشكليكم جدا على دعمكم لو عندكم أي ملحوظة سيبوهن في التعليقات سلام